السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اليوم سوف نعطيكم طريقة ناجحة لنوع الحلويات اللوز نتمنى انكم تابعوا معي الفيديو ونرى المقادير وطريقة التحضير نحتاج نصف كيلو دقيق 500 قرام الفورس والفارينا 100 قرام زبدة نباتية حرارة الغرفة نحتاج نصف ملحة صغيرة أو ملحة ملحة صغيرة ونحتاج ملحة طعام سكر حبيبات نحتاج العناصر لكي تجمع كامل نحتاج المزهر بالنسبة للمزهر ونخفض بقليل من المأعادي ونضيف تدريجين حتى نحصل على عجين نضغط عجين نحتاج لعجين نتخلق عجين نتخلق عجين نتخلق عجين نفعل عجين نستعمل هذا المغر مزايك لديكم اللوز بالقشرة فهو يكون حسن من بودرة اللوز لدينا نسبة كبيرة للدهنيات في نسبة الزبدة تكون ضعف نسبة اللوز 100 جرام енная الزبدة وضعت بسبرة ملعقة صغيرة 400 جرام سكر حبيبات 400-300 جرام كمية فخ Lee أكبر المزيد البرتقال اضطلتcap الورح البرتقال كمية حجم الحلوى 20 غرام نحن نستعمل قليلا لذلك احسن حاجة هي الناشا لفت ورق شباكية نحن نضغط على المرسل نضغط على المرسل نضغط على المرسل نستخدمها من الجنب نستخدم العجين نستخدم العجين نضع كعب غزل نضغط نفيد نضغط كبق نضغط ن brazen نضغط نبخ وسنضغط نفيد نضغط هنا نضغط نفيد سنضغط نفيد ثم نضغط ننقAKE أغلبها مطلقاً نقطعها إذا كانت المقطع الدائري لا تحتاجها لا تحتاجها الضغط على الجوانب تضغطي و تسحبي الهواء يخرج كامل و من بعد تسدي من جناب و تشكلي الكعبة إما بغيتها طويلة را تجريها للجناب بغيتها جي عالية فكتجريها الفوق يعني كتقينتي كتخدمي و كتطلعي الفوق هنا أنا مغديش نقيسها من الفوق حيث ما زال غدي نقشها بالنقاش انتوما لما بغيتوش تنقشوها بالنقاش يمكنكم تخدموها من الفوق ما تجيش بحال هاكو عريضة اشتركوا معي الطريقة يعني هنا كنحاول كل مرة كنبديد البوزيسيون كاميرا باش تشوفوا معي بالضبط فهذا من الصراحة من الحلويات اللي بزيفت البنات يعني كنشوف طاحوا في زيفت الأسئلة فمن الحلويات اللي في صراحة هم مزوينين و لكن صعيبة فالخدمة دياله فهذه طريقة صدقوني ناجحة و السيخة و كنصحكم تخدموها بالنقاش هذا من نقاش اللي كيكون مي اللي كيكون مقوس ما كيكون شرك اللي غدي ديريكت فهنا كندوس كنقشها فقط من الجوانب ما نقصوها كاملة فاذيك النقش اللي كتضغطي حاولي تهزي العجينة مع العقدات اللوزم يعني ما تهزيش غل العجينة بوحدة حاولي تضغط عليهم بجوج تجمعهم في النقاش وهنا مي اللي كتكيهم بجوج يعني رب حالك تعطي واحد المتنفس ما اللي تكون طيب الحلوة ما تعودش تنفخلك من الداخل هنا من بعد مشكلتهم في طبيعة الحر انا خليتهم حتى نشفو شوية مشكلت تشكلي الكعبوت وبدأت نقش فيها قد تنقشها تبقى النقشة بينها اكدت عليها انا في الفيديو السابق يمكن لكم اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوف الفيديو السابق اللوز اللي يعني يدرت اشكال من هادو دي النقاش على اشكال شهر انتقشها كاملة والأسهل طريقة من هذا التجارة خليتها من نسالة تنظر الكعباء اقليل في مدينة تنظر الكعباء بارد و سخون يكون بارد و سخون يتحمل الكعباء يمكنك ان يكون تشمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وى حافظوا في رعاية الله والسلام عليكم إلى قناة فيديو قادم